انتخب المجمع العام لرهبانية الوردية المقدسة الأم صوفي سمعان حتر رئيسة عامة جديدة لرهبانية لست سنوات قادمة كما انتخب المجمع عضوات المجلس الاستشاري للرئيسة المنتخبة وهن الأخوات مادلين دابابنة ومورين فؤاد وفرجينيا حبيب وغادا نعمة وقد هنأ سيادة المطران ويليام الشوملي مطران اللاتيني في الأردن وأسرة نيابة البطرياركية اللاتينية وفضائية نورسات ممثلة بالدكتورة باسم السمعان المديرة الإقليمية في الأراضي المقدسة الأردن وفلسطين الأم صوفي حتر والمستشارات سائلين الرب يسوع المسيح أن يبارك خدمتهن الجديدة لتبقى الوردية شاهدة حية في الكنيسة وخادمة أمينة لرسالتها الروحية والتربوية والإنسانية مسؤولية كبيرة أن الواحد يكون مسؤول عن مؤسسة رهبانية عريقة فبشكر الثقة الخياتي اللي أعطوني أصواتهم وبشكر لهم كمان باسمي واسم المجلس الاستشاري ثقتهم وإن شاء الله منكون على قدر هالمسؤولية هاي الملقاة على عاتقنا نحن صحيح مجمع جديد المجمع هو عبارة عن دعوة للتجدد للتغيير للانطلاق من جديد بيمكن برؤية ليست جديدة إنما هي رؤية وانطلاق مبني على ما تم قبل على شغل خياتنا اللي سبقونا وبالذات هون بحب أشكر الأم إنسة يعقوب جزيلة الاحترام اللي قادت الرهباني فترة طويلة ونحن طبعا بناتها وراح نكفي المسيرة مسيرة جديدة نحو مزيد من الانفتاح على عالم فيه كتير من التحديات بس بنفس الوقت نكون أمينين وأمينات إلى جوهر رسالتنا ورسالتنا اللي من أجلها تأسسنا وهي تربية الفتاة العربية وما ننسى كمان إنه نحن شركاء مع إخوتنا كهنة البطركية فإن شاء الله نحن وإياهم نعمل يد بيد بشان في خدمة الكنيسة المحلية نحن في يعني من المجال الرعاوي الرسولي الرهباني العالم نشوفه كمان بدي بإسم خياتي كلهم بإسم الرهباني بحب أشكر مؤسسة نورسات وعلى رأسها العزيزة باسمة سمعان فبشكر المؤسسة بإدارتها بجميع الأعضاء العاملين فيها على كل عطائك وخدمتك وتلبيتك السريعة لكل الاحتفالات الليتورجية أو يعني في أي محل أنتوا تطلبوا أنتوا بتلبوا الدعوة على السريع وربنا يوفئكو يكافيكو يعطيكو ألف عافية اشتركوا في القناة